اشتركوا في القناة سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ان ارفع الى مقام جلالتكم السامي خالص التهاني والتبريكات على ما حققته مملكة البحرين من انجازات مشرفة على كافة المستويات مما بوأها الوصول الى مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية لتصبح ضمن افضل عشر دول في قائمة الدول الاكثر تحصنا في المؤشر الدولي لممارسة انشطة الاعمال من اصل مئة وتسعين دولة ويأتي هذا الانجاز الذي نفخر به نتيجة لتوجيهاتك ودعم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاهداف التنموية المنشودة للمملكة واننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم مواصلة العمل من اجل الاستمرار في تحسين مركز البحرين في التصنيفات العالمية ما يساهم في تعزيز الفرص النوعية للمواطنين ان هذا الانجاز يجسد تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ويبرهن على ما وصل اليه الاقتصاد الوطني من تطور وتقدم ونتائج ايجابية مثمرة على صعيد الوضع المالي في المملكة ويسعدنا ان نؤكد على ان ما تحقق يعكس حرص واهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص والمؤسسات الاهلية والذي هو نتاج عملهم ضمن فريق البحرين الواحد وجهودهم المشتركة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة نعاهد جلالتكم على تجديد العزم لبلوغ الاهداف الوطنية المنشودة ومواصلة العمل لرفض مختلف مسارات التنمية في المملكة بما يحقق النماء والازدهار سائلني الله العلي القدير ان يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء هذا وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ردا على برقية سموه المهنئة بما حققته مملكة البحرين من مركز متقدم في التصنيف العالمي لتصبح ضمن افضل عشر دول في قائمة الدول الاكثر تحسنا في المؤشر الدولي لممارسة انشطة الاعمال من اصل 190 دولة هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ السرور والتقدير تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة ما حققته مملكة البحرين من مركز متقدم في التصنيف العالمي لتصبح ضمن افضل عشر دول في قائمة الدول الاكثر تحسننا في المؤشر الدولي لممارسة انشطة الاعمال من اصل 190 دولة وفي الوقت الذي نعرب فيه عن خالص شكرنا لسموكم وتقديرنا لجهودكم المخلصة نستحضر دور سموكم المميز ومشاركتكم الطيبة في دعم هذه المسيرة المباركة وتحقيق المنجزات التي تترسخ عاما بعد عام وتعد لمستقبل مزدهر لهذا الوطن العزيز وتحقيق كل معاني العزة ومظاهر التقدم وبهذه المناسبة نعرب عن فخرنا بهذا الانجاز الدولي الذي يعكس قدرة شعبنا الوفي على النهوض وتحقيق النجاحات المتوالية التي تضع البحرين في مكانة متقدمة بين دول العالم مما يثبت قدرتنا على مجابهة التحديات وتحقيق الإنجازات إن دور سموكم المشرف في هذا المجال موضع تقديرنا العميق مشهدين في هذا السياق برئاستكم للجنة التنسيقية والتي لها دور بالغ الأهمية في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي والوطني المتميز والذي يضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات نجدد اعتزازنا بدور سموكم من أجل بلوغ الطموح والغايات التي تواصل النهوض بالوطن وأبنائه الكرام أدام الله عليكم نعمة العافية وبارك في جهودكم العظيمة ودمتم سالمين يحفظكم الله والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين